الملخص في شرح كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول هذه الشهادة قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله إلى توحيد الله لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية على بصيرة على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة أداعون إلى الله وسبحان الله وأنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه المعنى الإجمالي للآية يأمر الله رسوله أن يخبر الناس عن طريقته وسنته أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان وأنه هو وأتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته ويتبرأ من من أشرك به وإن كان أقرب قريب مناسبة الآية للباب أن الله ذكر فيها طريقة الرسول وأتباعه هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب ما يستفاد من الآية أولاً أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول وأتباعه ثانياً أنه يجب على الداعية أن يكون عالماً بما يدعو إليه عالماً بما ينهى عنه ثالثاً التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب رابعاً أن البصيرة فريضة لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين خامساً حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى سادساً قبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى سابعاً وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء فلا يكفي أنه لا يشرك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمني قال له إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه بعث معاذاً أي وجهه وأرسله إلى اليمن إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية داعياً إلى الله ووالياً وقاضياً وذلك في سنة عشر من الهجرة أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكون مؤخراً وأوله خبرها مقدم ويجوز العكس وفي رواية أي في رواية أخرى في صحيح البخاري أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله افترض عليهم أوجب عليهم أطاعوك لذلك آمنوا بفرضيتها وأقاموها افترض عليهم صدقة أوجب عليهم الزكاة إياك كلمة تحذير وكرائمة منصوب على التحذير جمع كريمة وهي خيار المال ونفائسه اتقي دعوة المظلوم احذرها واجعل بينك وبينها وقاياه بفعل العدل وترك الظلم فإنه أي الحال والشأن ليس بينها وبين الله حجاب أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلمها رسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط ثم حثه على العدل وترك الظلم لأن لا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفيه إرسال الدعاة لذلك ما يستفاد من الحديث أولا مشروعية إرسال الدعاة إلى الله ثانيا أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب وهي أول ما يدعى إليه الناس ثالثا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه رابعا أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين خامسا أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب سادسا أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب سابعا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين وذلك بطلب العلم ثامنا أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين تاسعا أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة عاشرا بيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء وجواز الاقتصار عليه إحدى عشر أنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضى صاحبه إثنى عشر التحذير من الظلم وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا ولهما عن سهل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعا لها فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون سهل بن سعد وسهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي صحابي شهير مات وقد جاوز المئة ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر أي يوم حصار خيبر سنة سبع هجرية الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر يفتح الله على يديه إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح ليلتهم منصوب على الظرفية أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر سلتها علي بن أبي الطالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين يشتكي عينيه أي تؤلمانه من الرمد فبرأ بفتح الباء على وزن ضربة ويجوز كسرها على وزن علمة أي عوفية عافية كاملة أعطاه الراية دفعها إليه أنفذ أي يمضي لوجهك على رسلك على رفقك من غير عجلة بساحتهم بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم إلى الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وأخبرهم إلى آخره أي أنهم إن أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك لأن يهدي الله في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير حمر النعم أي الإبر الحمر ويأنفس أموال العرب المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله فاستشرف الصحابة لذلك كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم علي وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه ثم حذر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حسن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائد ثم بيّن صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك مناسبة الحديث للباب أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى ذلك ما يستفاد من الحديث أولا فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطلا ثانيا إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة ثالثا حرث الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم رابعا مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها خامسا أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة سادسا وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار سابعا أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله ثامنا أن الدعوة تكون بالتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائد الإسلام بعد ذلك تاسعا فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما والله أعلم عاشرا دليل من أدلة النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه 11- الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها 12- أنه لا يكفي التسمي بالإسلام بل لا بد من معرفة واجباته والقيام بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر